النهاردة بالتأكيد ده شفت المباراة الأهلي والسلام عليك لوباترة وهسألك فنياً واللي حصل في المباراة وكل التفاصيل بس هسألك السؤال المفروض يتسايل في الآخر هنبقى من الآخر؟ ها الأهلي حسام الدوري مليون في المية مليون في المية اه ده نفكرتش لا من غير ما فكر اه اصفي كلام اللوعة بتاع الأرجاء انا متأكد لو انت مدارف الأهلي بشي تقول كده يعني طبعا لو مدارف الأهلي هتقول لما الأرقام واللوقات ما أكون مسؤول يعني بتكلم من واقع مسؤولتي للمكان اللي أنا صحيح فيه ونكورة فيها كل حاجة ونطالما فيه مبارات يعني الكورة فيها العجب وفيها كل حاجة وممكن نشوف كل حاجة طب ليه قلت مليون في المية لأن أنا ثقة جبيرة في نادل أهلي اه وخبرتي في نادل أهلي ولعبت نادل أهلي وقدارت نادل أهلي وجميل نادل أهلي وأجواء نادل أهلي استحال نادل أهلي يفرط في البطولة وهو متقدم بتسعة نقطة عن برامدز وفضل ستة متشاط يعني فأنا بقولك مليون في المئة الأهلي خد دوري وحالة الفرقة كمان وحالة الفرقة فرقة نادي الأهلي والفرقة اللي بتنفسه نفسها يعني فأنا بقولك يعني بالنسبة مليون في المئة الأهلي خد دوري خلص طيب المباراة النهاردة شفتها إزاي الأهلي وسلمين كله دوري يعني أنا شفت مباراتين ما شفتش مباراة واحدة النهاردة يعني يعني بالنسبة لي النهاردة فيه مباراتين وراء الشرط الأولاني وراء الشرط التاني الشرط الأولاني واللي اتكلمنا عن نادي الأهلي نادي الأهلي عمل مباراة على مستوى التكتيكي جيدة جدا يعني يمكن بدأ نادي الأهلي أربعة على الورق أربعة اثنين تلاتة واحد ولكن في علاية في الملعب أربعة تلاتة ثلاثة شوفنا النهار ده أفشا بيبدأ هو بيلعب نمر عشرة شوفنا أمام ناحية الشمال شوفنا أكرم ومروان تحت أفشا على الورق ولكن لما تشوف المباراة وتحضير النادي الأهلي مروان كان بيسقط شوية أفشا كان واضح أنه عنده أكرم عنده تعليمات أنه يكمل دايما شوف هات أول مثلا عشر دقيقة عشرين دقيقة كل الكرات اللي كان بتبدأ من المدافعين كان دايما أكرم بيكمل جنب أفشا قدام وهو وده لأن مستر كولرد بيحب أربعة تلاتة بيحب دايما عنده ثمانيتين فرغم اللعب أفشا النهار ده بس هو أكرم في الطريقة بيلعب متقدم وعنده مساحة نستلم قدام وشوفنا أكتر من كورة النهار ده كان بيستلمها قدام آآ يعني أكرم النهار ده أدواره كانت قريبة شوية من أدوار أفشا عادي لتين تمانيات آآ يعني ما حسيتش بالفرق يعني أنا بقولك على الورق النادي الأهلي أربعة اتنين تلاتة واحد بعشر ولكن فعليا أربعة تلات تلات التنظيم الهجوم النادي الأهلي كان بيطبق طريقة دي مران بينزل استلم ويأكرم بيكمل جنب أفشا آآ يمكن النهار ده اللي أخبطه شوية إن إمام بقاله كتير ما بيلعبش عطر صحيح جناح فكان دايما كل الكرات بيخش الجوه عشان يستلم فبيعمل زحمة مع جنب أفشا مع تكملة أكرم كان فيه زيادة في الحتة دي وزحمة آآ يمكن عشان آآ 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 إمام ما بيلعبش في الحتة دي بقى له فترة كبيرة يمكن بيطلقبط شوية آآ شفت النادي الأهلي نهار ده يعني نقطة كلمة السر بتاعته النهار ده في الضغط العالي طول الشوت الأولاني بيضغب بيقطع كرة يعني يمكن سراميكا ما قدرش ينقل 3-4 نقلات على بعض منع سراميكا من بدال الهجمة بيضغط ويقطع كرة حتى الكرات الطويلة لما سراميكا حاول يد الكرة على الأرض ما معرفش من ضغط النادي الأهلي طول الشوت الأولاني بدأ بسام يلعب كرات طويلة برضو مدفعين النادي الأهلي كان بياخدوها والكرة الثانية كان وصف الملعب نادي الأهلي بياخدوا الكرة ويبدأ الهجمة من نصف الملعب ولكن المشكلة عند النادي الأهلي الشوت الأولاني أنه كان دايما نحابي بيخترق من عمق الملعب إمام بيخش الجوة أكرم بيكمل أفشا بيستلم الكرة عاوزين يلعبوا الكرة دايما خلف المدافعين يمكن محمد هاني ما كملش بشكل كبير الكرة الوحيدة الكامل فيها محمد هاني هي كرة الهدف قبل الهدف أول كورس عملوا في ديئة 37 بعدها كمل في نفس الكرة ودخل لجوة عمل الكرة لإمام شاطها رتدت لوسام جاب الهدف ودي كانت أول تكملة لمحمد هاني نادي الأهلي سيطر على الشوت الأولاني السرابيكا ما كانش ليه وجود خالص الشوت الأولاني يكاد يكون ليه خطورة شوية لما كانت الكرة بتيجي عند صديق الشوت التاني يمكن الموضوع اختلف النادي الأهلي عمل ضغط كبير جدا الشوت الأولاني وأي فرقة ما تستحملش ضغط طول المباراة الشوت التاني لما بدأ المباراة بقت سجل شوية النادي السرابيكا عمل تغيير كان عنده استحواز في نص نوعه بشكل كويس يجب ان هذا في النادي الأهلي الضغط ما كانش كويس زي الشوت الأولاني كرة ارتدت لرامي تقفشها جات في صدر الصديق تكملت لصديق عملها القدوسي أحرز هدف يعني برضو فيه صعوبة ولكن هو تعامل مع كرة كويس